خلال صباحة الغد نسبة رطوبة عالية ضباب سيتكون على السواحي الغربية لتصبح الأجواء مغشات تقريبا على جول المناطق الشمالية الساحلية وخاصة المرتفعات والهضاب بالجنوب أجواء مستقرة عدة سوح منا والعالي ستنتشر واخر النهار على شمال الصحراء ومنطقة الصورة مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد ننتظر 13 درجة للجلفة 19 درجة للعاصمة تيزيوزو البويرة كذلك وهران جنوبا على بشار 23 درجة على تندوف أدرار تيميمون كذلك إنجزام 17 درجة على تامنرست وحتى على ولاية إليزي ولنتتعدى 22 درجة وهذا على إنصالح أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرق السوى ستعرف بعض التراجع على الوجهة الساحلية وتتراوح ما بين 29 وغاية 32 درجة ننتظر أعلى من قياس على معسكر غليزان وشلف مع 38 درجة نفس درجة الحرق على برج بجي مختارة ننتظر استوى 22 درجة للصحراء الوسطى لكن لن تتعدى 30 درجة لمرتفعة الهجار والتاسيلي البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية لكن قليل إطراب على السواحل الغربية رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كم في الساعة ترجمة نانسي قنقر